كشفت طيوطة عن سيارة كورولا الجديدة كليا والتي حملت معها تعديلات تجعلها من بين أكثر السيارات الشبابية تميزا وأتت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسياب يحمل طابعا رياضيا معدلا عن هياكل سيارة كورولا الهاتشباك السابقة لكنه أتى أخف وزنا إذ صنع غطاء المحرك والأبواب الأمامية فيه من الألمنيوم كما صنع سقفه من الألياف الكربون ومقارنة بمركبات كورولا الهاتشباك السابقة حصلت السيارة الجديدة على مقدمة أعرض بمقدار 20 مم تقريبا عند فتوحات العجلات وأصبحت أعرض بمقدار 30 مم أيضا عند فتوحات العجلات من الخلف كما أضيفت إليها دعامات إضافية من الخلف في مقدمة الهيكل وأسفل خزان الوقود وجهزت السيارة بعجلات رياضية عريضة وجناح هواء على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات عند السرعات العالية وحصلت واجهتها الأمامية على شبك عريض لغطاء المبرد وعلى فتوحات التهوية بتصميم مميز وستطرحها طيوتا بمحرك جي تي آس توربيني بسعة 1.6 لترولد قوة 304 أحصنة متصل مع علبة سرعات من نواء أم تي يدوية بستة سرعات مجهزة بوظيفة الضبط التلقائي لسرعة العمود المرفق عند تبديل السرعة لم تصدر طيوتا أسعار جي آر كورولا حتى الآن لكن الخبراء يتوقعون أنه سيبدأ سعرها بما يزيد قليلا عن 30 ألف دولار ويصل سعر الأعلى فئة حوالي 40 ألف دولار ما يعادل 780 مليون سنتين بالعملة الجزائرية سلام